سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن ان تعتبر هذه الحلقة حصة تدريبية مجانية هتستفيد وتستمتع وتمشي وانت ماشي كده اخذ كمية معلومات وكمية فكر مختلف كبيرة ان شاء الله نحن في اليوم السادس من نهاية البطولات او البطولة النهائية لمجموعة البطولات اللي تلعبت على مدار السنة وماجنس كارلسون يقابل براجناندا براجناندا اللي دايما يحط ماجنس كارلسون تحت الاختبار يعني مش عايز بس اقول كلام كبير بس عايز افهمك قصدي ايه بالكلام ان دايما براجناندا ما بياخدش نقل ماجنس كارلسون كأنه مسلم به ان دا صح دايما يكريتسايز ينتقد النقل ويشوف ما يمكن ماجنس عنده غلطة في الحسابات ما يمكن ماجنس عنده مشكلة وده اللي بيخلي براجناندا دايما يعمل نتيج جيدة مع ماجنس كارلسون مش هقولك المباراة دي رقم كام بعد ما خلص المطش ده هقولك ايه اللي حصل منهم انا جايب لك المباراة من النص زي ما كتب الشطرانج بتقعد كده تجيب لك موقف وتتناقش معك فيه انا اول حاجة عايز اطلبها منك انك توقف الفيديو وتحاول تبص بص كده على الشكل ده تقيمه من حيث البيادئ من حيث امان الملك يا ترى فيه فرصة ان انا اكسب بيدا ويبقى بدون تعويض يعني حاول تقيم الموقف وتشوف مين الاحسن يعني تخلص كده في النهاية وتشوف مين الاحسن واكتب في التعليقات لا بيض بيكسب او لسود بيكسب او الشكل التعادلي او لا بيض احسن شوية او لسود احسن شوية اكتب اللي انت شايفه وبعد ما الفيديو يخلص شوف التقييم اللي انت قيمته ده صح والله غلط يلا بينا انا هاعتبر انك وقفت ورجعت في هذا الشكل يا اخوانا البيادئ واحدة ست بيادئ قصاد ست بيادئ يمكن البيدئ ده يكون معزول شوية لكن احنا لسه في ميدل جيم مش في نهايات في وزراء وصاد البيدئ مع البيدئ المعزول ده تعالنا نتكلم عن امان الملك الملك الاسود اكثر امانا من الملك الابيض لان ملك الابيض الوطر ده مفتوح الحصان الكلاسيكي اللي بيكون موجود في ال F3 بيحمي الملك مش موجود المربعات السوداء دي ضعيفة الحصان ممكن يلف كده ويبص على الملك تحس كده ايه ان الملك ده اقل امانا من ملك الاسود ماشي لازم كمان نبص بصة اكثر عمقا هو البدئ ده متعلق فعلا يعني حصان في بدئ دي موجودة فعلا اقول لك او موجودة وجاية كمان بتمبو على هذا الرخ فالرخ محتاج يمشي الاول يعني مقدرش بعد ما اكل اكل البيدئ ده يبقى بيدئ قصاد بيدئ علشان الرخ دي متعلقة فلازم اهرب الاول بالرخ طيب تعال نشوف بقى ايه اللي حصل في المباراة وجهة نظري ان الشكل افضل قليلا للاسود ليه؟ نتيجة ان الملك يعني مش قد بعضه يعني امان الملك مش زي بعضه الملك بتاعي اقمن شوية و يعني عندي لعب على الملك اي نعم خسرت البيدئ ولكن الرخ اللي كانت نايمة في التامن بقت نشيطة جدا دلوقتي ولذلك الانجين بيقول لما يبقى ملكك مش حلو حاول تكسر وزراء انت ليه تاخد البيدئ دا دا دلوقتي يبقى اخده بعدين يا سيدي بس بالحسابات بتاعت البناقادمين كده ياكل 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 ايه دا اي دا اي دا اي دا الاسود بيكسب ايه الجانان دا؟ قال لك اه اصلي في نقلة مهمة مقولت لكش عليها روكسي تو دلوقتي الشكل تعادلي هتاكل كده والشكل تعادلي يا راجل تفريعة صعبة لازم تكون شوفت روكسي تو ولكن لو انت دايما استدعيت المنطق اللي هو بيقول انا مالكي مش امن وخايف من التهديدات دي اكسر وزراء يبقى QD2 عدت على بالك هتبدأ تحسب فيها وتشوف هتجيب روكسي 2 او مش هتجيب روكسي 2 وتحاول تلعب نقل تاني كلام جميل ماجنس كارلسون بيلعب بالابيض ملعبش QD2 ولكنه نتش البيداء وسمح ان الرخ اللي كانت نايمة دي تشارك في الهجوم على الملك او تتخلص من المدافع بتاع الصف الثامن مقابل البيداء مش مشكلة البيداء لسه احنا في وسط الدور وممكن نلعب على الملك دلوقتي الابيض عليه اللعب والاسود بيهدد بشيب تيكس على فكرة عندك حلين يتاكل الفيل اللي بيهدد البيداء وساعتها الحصان هيجي في نص الرقعة وهيروح هنا وهيعمل لك مشاكل جمدة تفوق اتنين للاسود يقم ترجع تقفل الطريق لان الحصان ده انت محتاجه يبقى يضغط على هذه البيداء وتقول الحصان عاوز تيجي تعالى بس من بعيد ما تجيش من نص الرقعة اقرب الى هذه البيداء في النهايات روح من بعيد حلو فيه تهديد واضح جدا لو انت لعبت نقلة عبانة زي دي مثلا مثلا الحصان بيخش هات وزيرك ودلوقتي الوزير is overloaded يعني ايه overloaded يعني هيحمي الرخ بتاعته ولا هيحمي المات يعني لو مشي كده هاكل وبعدين اديلك مات ولذلك عشان اتجنب فكرة overload دي اتخلص من القطعة اللي انا حاميها دي عام رخ فرخها مش مشكلة وبعد ما الوزير ياكل king f2 دلوقتي برجنان ده اخد قرار ممتاز يتخلص من الحصان اللي ضاغط على هذا البيداء جميل والابيض اكل متمنيا ان الاسود ياكل وساعتها هتاكل والبدأ ده هيبقى خطير والبدأ ده هيبقى ضعيف واحدة في التانية وقع بقى بدأ بيجري وبدأ بيجري من المعلومات اللي محتاجت تعرفها النهاردة في هذا الفيديو او هذه الحلقة ان نهايات البيادئ هي هيها القواعد بتاعت نهايات البيادئ مع حصنة يعني نهايات الاحصنة ينطبق عليها نفس القواعد بتاعت نهايات البيادئ يعني لو في بدأ بعيد تفوق في نهايات البيادئ هيبقى هو هو التفوق لو في حصنين هذه معلومة مهمة جدا تبقى عرفها وانت بتقيم المواقف بسرعة مش محتاج تاخد وقت طويل عشان تقول يا تار هلعب ايه ده نهاية تانية غير نهايات البيادئ لا هي هي بنفس قواعدها طيب فهنا التكسير خطر الصح نعمل ايه ندي الكش الملك اصلا في الشارع وانا عندي بيقولك كمان معلومة مهمة جدا ان الحصان والوزير بيتعاونوا كويس جدا في الهجوم على الملك احسن من الوزير والفيل الوزير والحصان افضل على الملك في الهجوم فدى له كش صاحبنا لو رجع هنا نصيبة خلاص عايز تدي له كشات وبلاوي تفوق خمسة للاسود وبالتالي لازم تسيب البيداء والاسود مع تفوق واحد تعمل ايه يا ماجنس كارلسون هل هتصبر لحد ما البادئ دي تقع والبادئ دي تجري وتخسر ولا تعمل ايه قالك افركش الملك بتاع الاسود يعني اعمل ايه ألعب دي 5 هي دي 5 دي فركشة الملك نسبيا اقولك ليه فركشة الملك دلوقتي انت لو ما عملتش حاجة هو هياكل 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 مصيبة حتى لو اكلت في هذا الشكل فاخد بالك ان في كش يمشي بعدين في كش ونفسي جدا تغطي ما عنديش اي مشاكل تغطي لان ممكن اكسر وبعدين العب على هذا البيداء والبيداء دي هتبقى مجرمة دلوقتي مثلا هات البيداء في تفوق اثنين ونص الابيض ففكرة ان انا ادفع البيداء ده اني افتح الوطر ده وساعتها تكسير الوزراء ممكن تكون اسهل ولو كسرت وزراء النهاية هتكون في صلحي نتيجة ان الملك بعيد عن الشغل ده والحصان بعيد فهارف اعمل بيداء سالج بسرعة كلام جميل كلام جميل كسر ما اكلش ماشي كسر حاضر كسر اوكي عايز تكرر مفيش مانع نتعادل انا اصلا ملكي في الشارع وكنتم ممكن اخد مات فعادي كسر حاضر وبعدين براجنندا مع سبعة وعشرين ثانية يعمل مصيبة ما هي المصيبة بيداء في بيداء ليه دي مصيبة ليه دي مش مصيبة ولا حاجة ما ياكل يا عم وخلاص مش مصيبة ايه اللي خلها مصيبة هيديله كش هيمشي هيخش بالحصان كده يعني والشكل مقبول تعادل مش مصيبة ولا حاجة المصيبة ان انا بديك كش وبكسر وزرع واي يعني واي يعني ايه يا عم بنا بقول لك قواعد الاحصنة نهايات الحصنة هي هي قواعد نهايات البيادق هي دي المصيبة البيداء ده لسه 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 الشقاوة كلها لسه جاية يعني انت بتفكر ان احنا بنكسب لا اصبر احنا في ضغط وقت وفي مشاكل حسان عايز يرجع بسرعة البيداء بيجري الحصن عاوز يرجع بسرعة البيداء بقى في سبعة الحصن هيقعد بيبي سيتنج يعني كده ايه جليس اطفال يقعد جنب البيداء ما يتحركش من مكانه لان لو يتحرك هيبقى وزير الطفلة ايه الطفلة هيعيط يعني هيجيب وزير على طول لازم يفضل قاعد جنبه كينج بي ثري هات البيداء الملك بيقرب البيداء واع عد البيداء اربعة ليل اسود قصات تلاتة بس ليل ابيض ولكن في حاجة اسمها quality difference فرق جودة البيداء ده 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 وزير اوشك ان يكون وزيرا هذا البيداء مثلا يعني صباح الفل قدامه السكة واسعة والسكة كمان متقفلة ففيه فرق quality فرق جودة رجع دخل بالملك ولكن الرجع دي مهمة يعني رجع دي من النقلات المهمة لان انت لو سمحت عليه يعني لو انت مثلا لعبت حاجة زي كده مثلا فدخلت الملك جمدة ولو انت رجعت كده دخلت الملك اجمد وخلاص هياخد الحصان وهو رجع ببروفيلاكتك كده وبعدين king c5 على اي حال الملك بدأ يقترب الملك دخل الملك بدأ يقترب والملك دخل ماجنس معد اي او نص هذا الحصان هو بي سا لو خرج هيتاكل لو خرج هيتاكل وهناكله دلوقتي وهنا لعبة اف سيكس توقعت ان جي فايف ممكن تتلعب محاولا انه يعمل بيداء سالك يعني يحاول يعمل بيداء سالك لكن اف سيكس بس تلعبت وماجنس يلعب كينج سي سيكس ايه 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 الشغل ايه متاكل يابني ماجنس كارلسون بلايينج this position with risk 3 مش عاوز ياخد اي خطورة ايه الخطورة بطعة زيادة في ايه الخطورة اني ممكن اكل ومعرفش اطلع تاني تديني كش اطلع تديني كش ارجع مش عارف اطلع الحقيقة ان الشكل ده مكسب ابيض لان الحصان بيعرف يلف وينتش البيادة لكن في دقيقة ونص تاخد الرزك ده مش سهلة خليني اقولك الشكل مثلا في هذا الشكل ممكن تلعب F4 ولو صاحبنا دفع البيادة فانت لازم تحفز على اكبر قدر من البيادة فهتدفع البيادة انت كمان ولو عمل حاجة زي كده ناوي يعمل بيدق سالك هنا وبيدق سالك هنا الوقت بيسمحلك انك تلحق الامور بعد الكش كش تاني وتنتش البيدق اين عمل بيدق بيجري بس الحصان بيرجع في المعاد مرائب البيدق والبيدق ده دلوقتي هيجري بصراحة حزبية طويلة مجنس كان معاد ايه او نص ومش ضامن الامور قالك انه هلعبها على الرايق خالص سأخذ الحصان انا هسيبك كده بيبي سيتنج يعني قاعد جنب البيدق متكتف وانا هروح الم البيادة البقية دي وفعلا ده اللي حصل هات يبني البيدق يقرب منه نقل انتظار لحد ما جابه عندك وبدأ يقترب يلم البيادة والبيدق ده هو اللي هيكسب لاحظ بعد كينجي سي سيكس هات الحصان الحصان مشي قرب عاوز البيدق ده وماجنس ساب له البيدق ولعب كينج اف 5 طيب اولا ليه ساب البيدق والسؤال هنا تاكل ده ولا تاكل ده دي تاني مرة هقولك وقف الفيديو وفكر الشكل ده تاكل فيه انهي بيدق ده ولا ده عافيك السؤال ده سهل انا اعتبر انك جاوبته طبعا تاكل ده عشان ده يبقى سالك بسرعة اللي خليني ااكل ده ده الوقتي تعف انك لو كانت ده بشكله يركعت عدل بعد كوينج تيكس بعد كينج تيكس وانت لو انهي ترجع دلوقتي بس ساعتها انا بقرب كيش تاكل وبقرب بالملك الملك هيقعد يقرب 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 والبيدق ده هيقع بنسبة كبيرة الاحسن من النقلة دي كمان انك ما تخليش البيدق بيدق كنار يعني تخليه بيدق حصان بيبقى اسهل في الدفاع اصاده ولو انت فودت كده مثلا كان الله في العون بقى ما البيدق ده برضو مشكلة الحاجات دي تشرحت بالتفصيل في سلسلة النهايات طبعا اللي موجودة على القناة حتى الان بشكل مجاني تستطيع ان تذهب وتشاهدها اسمها ميت نهاية شطران وجهة في غاية الاهمية اوكي ولكن تم ناتش البيدق وده خطر اوي الحصان اتحرك ام الشكل ده وانجل الاسف هات الحصان هات الحصان وبدأ يدفع البيدق دخل يحمي الملك متكتفه في اخر الدنيا ومجنس بعد ما حطوا الملك بتاعه في مكان امن حسون مقدرش يجي كده دلوقتي ترك البيدق وقرب عاوز يكسر الاحصنة حسون مش عايز يتكسر طبعا والبيدق بدأ يدفع وفتح طريق للملك يدخل حسون رجع الملك لقى طريق يدخل منه وخد ده لكن ده جاي من صفر مش مشكلة انا ممكن اسيب لك لانا اسرع لو انت اكلت انا حاكل لو انت اقربت انا حامش وهجيب وزير قبلك فما اكلش برضو اتحرك بالحصان بتاعه ودلوقتي البيدق وقع هات الحصان تاني كيش هات الحصان تالت وهنا معدش في امل خلاص لو جيت كده هكلك لو جيت كده هجيب وزير خلاص لو جيت كده هكلك كده هكلك وماجنس كارلسون يستطيع ان يفوز كم واحد بيتابع الفيديو لحد دلوقتي وكان بمنتهى الهدوء والثقة حياكل الحصان كم واحد يعني بدلا من ان ترجع كده ياكل الحصان قول لي في التعليقات دماغ جابتك انك تاكل الحصان ولا ترجع تلعبها على الهادي اتمنى تكون استمتعت واتبسط اشوفك ان شاء الله في حلقة قادرة استنى 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 ايه ده ايه ده ايه ده لازم اقول لك ايه اللي حصل ما بينهم في النهاية ماجنس كارلسون فاز بالمباراة الاولى ودي كانت المباراة التانية وبعدين اتعادل استطاع ان يفوز على براجناندا اتنين ونص نص ما حطش منطق قدامه مفاهم اللي هو ما فيش خالص وبصراحة اي حد يهزم هذه الهزيمة المطش ده خلص في سبعين نقل اخو اربعة وسبعين نقل ما يعرفش يكمل اتنين صفر ضد ماكناس كارلسون يعني نفسيتك خلاص اتدمرت اتمنى تكونوا تبسطوا واستنتعتوا بهذه الحلقة واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة